السلام عليكم الشعب العراقي يتحدث اللغة الصينية هسه هشوفكم كلمات عراقية بس هي بالأصل صينية ماكو فرق بيناتها هي لهجة لهجة العراقية اكو كلمات تشبه اللغة الصينية بالكامل يعني لغة الصينية تشبه حتى نصدقون السحالين طيان شباب لوقش تراك وخلن نبدي نشوف الكلمات العراقية الغريبة اللي يمكن اللي اول مرة تسمحها اذا انت خارج العراق وبنفس الوقت راح نشوف الكلمات الصينية شوف كلمات نشوف حاليا نبدي بالكلمات الصينية وبعدين نفوت بالكلمات الغريبة يعني كلمات غريبة العراقية شون صارت ما عدي عرف كلمة اول شي نشوف كلمة مو لو مومو كلمة مو لو مومو هي كلمة غريبة بنفس الوقت وبنفس الوقت هي كلمة صينية مو لو مومو معنى كلمة مو لو مومو يعني اي لو مو اي احنا بلا علاقة شنقول اذا واحد نتشيها مو مو لو مومو يعني اي لو لا او مثلا مو مو يعني اي اي حالياً أكو لغة صينية باللغة الصينية هاي الكلمة موجودة أسمعوها كيف تشباب قالوا مثلنا طبعاً هاي اللغة الصينية يعني كلمة وخر خلننشوف طبعاً كلمة وخر خلننشوف ما عفشون طبقوها هي لازم ابتعد خلننشوف أو مثلاً اي وخر حتى نشوف لا هي صارت وخر خلننشوف طبقوها طبق الشعب العراقي طبقها طبق حتى أنا طبقها طبق وخر خلننشوف باللغة الصينية أكو كلمات تشبه وخر خلننشوف يعني ابتعد خلنشوف شنو باللغة الصينية شون صايرة أسمعها طبعاً هي مو تشبه مية بالمية ولكن تشبه كلمة شلون يعني شلون بالعراق حنا شنقول شلون يعني شلون انت ركز بالكلمة شوف شلون يعني شلون طبقوها صارت كلمة الصينية شلون يعني شلون شلون يعني شلون يعني إذا واحد أجنب بيسمعنا عبارق قد نحشي لغة الصينية شلون يعني شلون شون ترهم ماكو باللغة العربية شلون يعني شلون لازم نقول يعني كلمة بسية شلون يعني شلون أسمعها باللغة الصينية شلون صايرة أسمعها طبعاً حالياً خلننروح نشوف الكلمات العراقية الغريبة طبعاً أكو كلمات العراقية غريبة الصراحة حتى الشعب العراقي لحدثه ما ديفتهم شلون معناته يعني يحكيها ويعرف شلون معناته ولكن لحدثه ما أحد يعرف شلون صارت هالكلمة يعني شون رهمت يعني كلمة قاعد أمشي كلمة قاعد أمشي باللغة العربية قاعد أمشي يعني شنو يعني كترجمة باقي الدول جالس يعني أجلس وأتمشى بنفس الوقت يعني قاعد أمشي يعني أنا جالس وأتمشى ما عشلون صارتها هاي صارفة شلون الصين ما أحد يعرف شلون وكلمة بشعب الافئة يقولها وكلمة لا أمو ما هي الصراحة قلته لكم قبل شوية وشلون يعني شلون همان قلته للكم كلمة ذاكي اليوم كلمة ذاكي اليوم كش نمعت كلمة ذاكي اليوم؟ لنحدvikها معنى لا ي Geschäft ذاكي اليوم لا تقول لي اليوم الراح لا لا تحتش قدام شعب عربي أو لغة أجنبية لي聽 Sheila ذاكي اليوم سننصدم وماذا يجب ذاكي اليوم لا يستطيع أن يحفظها وبنفس الوقت اكو شء وفى فى اللغة العربية او اس gord телеф باللهج عراقية چينية بس باللهج العراقية اذا شخص حادي شي صدق تقولي hombres تقولة تزايا التفلسپ اذا واحد حادي شي صدق باللهج العراقية تقولون تزايا التفلسپ و اذا حادي صدق تقولي Kateh Kellyはい続 يعني اذا واحد حادي مثلا والله عظيم اليوماني يتعبانوا هاذU geshwe و اصدق اخبان شو نقول لي الفو ساتذبة לא تشذب several times و اذا واحد حادي شي صدق komen شو نقول له فعلاق deserves اذا احدهم صدقية ولو مثلا واحد داي يتشذب نقول له صدق صدق يعني تشذاب واذا واحد يتشذب يعني بالعكس يصير يعني اذا واحد تشذاب نقول له صدق واذا تشذاب نقول له صدق ايش تحتيان يعني خلنا فهم إذكم يعني سنتك مشاهد تمام اليوم أنا قلت لك آني اليوم مثلا ربعت مليار دولار تمام أنت شرح تقول لي كعراقي؟ أي صدق؟ أنت بالأصل قاعد تقول لي أنت تشذاب بس إذا تقول لي أنت مثلا تشذاب شو تقول لي؟ لا أموت ها جدحت يعني خلان نفوت باقي الكنوات لأني ما أدعب في فهمكم كلمة ثول شافوني واحد من يوقع بالقاء؟ واحد يوقع بالقاء بكل الدول يقول له اسم الله يا الله يعني أي شيء يعني واحد من قهر وقع بالقاء بس بالعراق إذا هو وقع بالقاء شو يقول له ثول بس معنى الثول كل ماحد يعرف شيء مع الثول الصراحة الثول شو معناتها باللغة العربية وبالقاموس العربي وبالقاموس العالمي ما لا معنى كلمة مجرش كلمة مجرش كلمة مجرش يعني شيء مثلج مثلج إحنا بالآخر نسميه مجرش ما جيبناها كلمة والله صراح ما عرف ما جيبناها ولكن كلمة حلوة كلمة الشيء شافين من واحد يصير دنيا بارده أنا شو نقول الشيء هاي أصلا شي مو لغة صينية هاي عبرة اللغة الصينية باللغة الصينية ما يقولوني الشيء ما شو نقولوها احنا نقول الشيء وانا كو الشيء صدقصو كون نحكي الشيء شون صارت ايضاً اكو كلمة غريبة باللغة العربية اقصد باللهجة العراقية الشي يسميه دبا حميسة دبا حميسة شافين من واحد يصير عنده صحة او يصير سمين احنا بالعلاق شي نسمي واحد عنده صحة تمام نسمي دبا حميسة نسمي دبا حميسة والضعيف يعني دبا حميسة يعني السمين والضعيف ش نسمي سلبوح سيان ليش يعني واحد ضعيف نسمي سلبوح سيان ليش والميعف شنو مع السلبوح سيان شايفين هذا الدودة اللي بالطين بالطين احنا بالعلاق فوقها اسمعوا هاي سالفة جديدة فوقها السلبوح سيان يعني سلبوح يعني هاي السلبوح اللي دودة مع الطين ونحن نسمي سلبوح سياني تعفوه شمعات السيان؟ السيان الطين الوسخ أيضاً ما عرف مين جيبناها السلبوح سياني بس كلمة حلوة كلمة غريبة أيضاً كلمة شق لنبة كلمة شق لنبة هاي كلمة الوحيدة اللي أنا أحد السيدة أفتهم شون شق لنبة شق لنبة شق لنبة يعني أنا أعرف شو منعنات باللهجة العراقية ولكن شون إذا أعرف أنه اللي اخترع هاي الكلمة شون أعرف أنه هي شق لنبة شق لنبة يعني شاف أنه واحد يقمز يفتريه شي يقمز هاي يسمى شق لنبة الصراحة ما أعرف باللغة العربية شو يسمونها شق لنبة بس هي يعني قفزة أو واحد يدور نحن بالعلاقة السمية شق لنبة يعني هاي الشخص الاخترع هاي الكلمة والله عظيم أحييك على هاي يعني أنت واحد شق لنبة أكو كلمة أخيرة ولكن هاي الكلمة يعني استمعلوها مرتين يعني مثلاً واحد يستعملها أشياء مفيدة وأكو ناس يستعملوها كشون مالسرسرية آآ ناتي نحن أحكي لكم يعني قلاقيل تمام قلاقيل آآ إحنا قلاقيل شافين من واحد آآ دائماً مثلاً آآ عنده أغراض هواية يعني أغراض مثلاً تليفون آآ حاسبة آآ رياح يعني عنده جنطة صغيرة هاي يسمى قلاقيل بس يعني أكو شعب العلاقة ثانية يعني أقصد السرسرية قلاقيل عندهم غير معنا يعني يعني ما قد رأيت شيء بيوتيوب خافين حضر الفيديو. أنا أصدرش ما خايف على ما أحكيه. لا عاد يحكيه ولكن خايف على القناة. ما خايف عليك مع الزائر المشاهدين. لا. طبعا شباب أت إذا متابعين من غير دولة أو أقصد يعني إذا أنت متابع بنعمل العراق. كل ذني كلمات تحكيهين. يعني الصراحة يعني الشعب العراقي ما يستعمل ذني كلمات كلهم. أكو مناطق يحكيون أشياء أنا ما أفتهمها. يعني مثلا مناطق محافظة الموصل. محافظة الموصل في العراق. الشعب العراقي أكثريته ما يفتهموا لهم. وأنا أضعا مرس داحتش واحد من الموصل. افتهمت علي نسبة 70% 30% عباليك واحد غريبة يحكيها. كلمات غريبة يحكيها. يعني الشعب العراقي أنا داحتش أكون لهجات. بس أكون لهجات أقوى وأصعب وأغرب من هذه اللهجات الحجية تعاليا. هذه تعتبر لهجة العراقية العامية. ولكن أكون لهجات بنصر العراق. ما تفتهمها. يعني سبيها مجارة ذنية كلمات نفتهمها. ولكن باقي الكلمات اللهجة الموصلية كل الهجات الثانية مستحيل مستحيل إذا أنت ما تتعلم هاي اللهجة. وتقعد يمهم فتسنة كاملية لا تفتهمها. أما تيجي كعراقية تروح عليهم ما تفتهم لو يجي مدر منه. وكلمة يجي مدر منه الصراحة ما أعرف منه هذا المنو. بس هم منع شيء. قبل نهاية المقطع شباب اشتركوا في قناتي ونطعوا لعيك. السلام عليكم.